تفعي 1960 متراً زيناء اتلامين وحمد الفضيل يمتد البيض على مدى البصر تختفي ملامح الطريق لا صدى سوى صفير الريح تحاول الآلة جاهدة اختراق سمك الثلوج لتحدث منفذاً أمام العابرين بين آزر وميدل لا سطوة هنا إلا للون الأبيض الذي كسى كل شيء للمكان جمال آسر قد يهون على المسافرين المتريثين طول الانتظار من أجل المرور بعض المواطنين لا تفهموا يقولون أنه ضروري لا سنجزوا من الطريق سنجعلهم الديفياسيو على خنفرا لا يقتصر العمل على إزاحة الثلوج على الجرافات والكاسيحات التدخل يدخل الحمد لله مننا واحد ساعة ساعتين رغضي نحاولوا إن شاء الله نتوقع هذا الطريق نتمنى أن المواطنين نحترموا غير الكنواء ويدوزوا مورليزون جاحت ويدوزوا بسلام النصيحة عن وجه المستعملي الطريق أنه من اللي بغيدوزوا في المناطق الجبلية يعمروا القازوال ديالهم ويجيبوا الميكلات الوليداتهم ويشوفوا الحالة الميكانيكية ديال السيارة منها العجلات سويقلاس وكان نأكد عليهم أنهم ما يديروش دوبل فوا وما يدوبلوش بشوية عليهم راوخات احنا كان دينيجي وراه باقى الريح وباقى التلج وصل علو الثلج في بعض الأماكن إلى متر ونصف وهوى المحرار إلى ثلاث درجات تحت السفر وتكون الجليد على الطرقات أما الطريق الوطني ما بين آزر وميدلز فقد فتحت اليوم أمام السيارات دون الشاحنة